السلام عليكم انا دكتوري تريس في اللاب طبيب في مستشف قرام الريفي لاحظنا في الايام الاخيرة بدت تجينا اعراض كده بالالتهابات في العيون بيجو الناس بالاعراض بتاعتهم ممكن بيشتكوا من احمرار في العين حكة دموع نازلة فالحاجة بدت تتكرر كتير يعني الكيسز بيجال الحالات بيجت تجينا اكتر من اربعة لخمسة في اليوم فالحاجة دي الملاحظ انه ان احنا خطينا احتمالية بزاعت انه ممكن تكون حاجة فيروسية لانه فيها انتشار واسع ونحن بقلد بناشط مسلا المنظمات انه يعملوا لينا التقصي في الموضوع ده وتتشال العينات ممكن تتفحص عشان نشوف الاسباب دي ان شاء الله وحسا نحن الحالات بنتعامل معها كيف لما نعالجها حسي علاج عرضي يعني زول لما يكون عنده مثلا الحكة بينادي حاجة مضادة للهستامين عشان تجلل الحكة ولو حسينا فيه عراض بتاعت انه ممكن فيه عدوة بكتيرية بينادي المضادات الحيوية في شكل قطرات وبنتابع الحالات لكن الموضوع ده بحتاج يعني يعني تحاليل اكتر وكده عشان نقدر شنو نعرف السبب الرئيسي وعداك الناس شنو تقدر تعالج الحاجة دي فبالناشية المنظمات ووزارة الصحة ان شاء الله ربنا نسلح الحال اديكم العافية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة